بسم خندقي يفوز بجيزة دولية للرواية العربية وهو في محبسه والقاعة تصفق ليه سواء كانوا منظمين أو كانوا جمهور تصفيق حاد جداً يقف الجميع ويصفق ليه وكأنه انتصار كده لفلسطين نفسها الأديب النهاردة كان بيسرد ويحكي بالسرد المبدع عن فلسطين وحافظ على الهوية عن طريق كتاباته النهاردة الحقيقة بتتجلى كلماته سواء كانت في روايات أو كتب أو قصص أو حتى قصائد شعرية كلها بنلاقيها بنشوفها في المجتمع الفلسطيني وكأن الروائي بيسبق شوية الواقع بيسبق شوية الواقع في أنه بينمي الوعي بشيء معين حتى يتحرك بعده المناضل ويحقق ما أراده الكاتب يعني كل الأسماء اللي احنا بنتوقف عندها يعني غسان كنفاني إدوارد سعيد كتير من الأسماء كتير كتير محمود عيسى اللي أيضا كتب يعني هو عبدالله البرغوثي في سجونهم كتبوا يعني قصص وروايات بتحكي وتؤرخ وتوصخ ماذا يحدث في السجون الإسرائيلية طريقة الاعتقال التحقيق كل ده هم كتبوا حتى إن بقى في تصنيف للرواية في أدب السجون بعد كتباتهم العميقة وهكذا من الأمور أكيد أنتوا شايفين أيضا ككاتبات أفاضل وجماعكم إن شاء الله عليه في هذا المجال من سنوات وحاصلين أيضا على جوائز قيمة جدا في هذا المجال أكيد شفتوا الأدب الفلسطيني كيف أنه خلينا نقول حافظ على الهوية حافظ على السردية الحقيقية الفلسطينية أيضا سطر بتاريخ من نور تاريخي الفلسطيني وكأننا نرى كل الحقب اللي مرت على فلسطين يعني ممكن أيضا إحنا نذكر أنه ما هو الأدب الأدب هو رسالة الشعوب هي الثقافة اللي تنقلنا من جيل إلى جيل كيف إحنا ممكن أن نوثق هذه القضية وننقلها عبر الأجيال تنقل عبر الأجيال ليست فقط عن طريق كتب التاريخ ولكن عن طريق الرواية فمن استخدم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية من كتبت عن طريق أدباء سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين كتبوا الرواية الشعر الأغاني الأفلام والثقة والنكبة فانتقلت عبر الأجيال وعرفت الجيل اللي بعد وبعد كيف أنه تدأت هذه القضية فأني دائما أحب أن أذكر في كل اللقاءات اللي أكون موجودة بيها ومع جمع الأصدقاء أن الكاتب عليه مسؤولية جدا كبيرة ليس فقط أنه إحنا ننقل الواقع ولكن كيف إحنا ممكن أن نثبت ما حصل في الماضي وننقله بالطريقة الصحيحة طبعا تعقيبا على كلامك لباسم خندقجي الإسرائيليين لما عرفوا أنه روايته مرشحة للبوكر وهي جائزة عالمية يعني في الرواية العربية انصدموا أنه كيف طلعت هاي الرواية من السجون الإسرائيلية وهو أسير من الألفين وأربعة يعني كيف طلعت لما بحثت بالموضوع أنه طلع الرواية كان يسربها لأهله عن طريق قصاصات ورقية رواية أكثر من 200 صفحة كانت تسرب عن طريق قصاصات ورقية على الكلينكس المحارم يعني كان يكتبها ويسربها وأيضا لما بحثت على موضوع الرواية أنه خلاص أنه لازم نقرأها يعني بما أنه يفازت بالبوكر هي ما تتكلم عن أدب السجون يعني هاي النقطة تخلينا أنه احنا نقول لا الأدب الفلسطيني تطور يعني أنه الأدب الفلسطيني هو صار مهمته أنه يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية يعني أنه خلاص في روايين أو كتاب ثانيين يكتبوا عن أدب السجون هاي الرواية تحديدا هي تكلمت عن فلسطين نفسها تخيلي أنه هو من الألفين وأربعة ما يعرف أنه شنو صاير بره لكن استعان بأسرى آخرين كانوا علماء آثار كانوا أدباء يعني أي كان استعان بمعلومات من عندهم وكتب الرواية كتبها بالأسامي المناطق القديمة حتى هذا الشيء يحافظ يعني على الأرض يحافظ على الكتاب نفسه يحافظ على هاي هاي كلها رسالة لللي جايين والمناسبة لما يعني أيضا الإسرائيل لما سمعوا بهذا الشيء عملوا تضييق على الأسرة كلهم وصارت أسئلة أنه كيف طلعت هاي الرواية طلعت أخت باسم تنادي بالقنوات التلفزيونية أنه أخي حاليا تحت التعذيب لأنه الرواية طلعت ووصلت وكلتنا كنا يعني متأكدين أنه أن هي راح تفوز بالجائزة وفعلا فازت وأخوه اللي استلم عنه الجائزة فبصراحة يعني هذا الشيء أنه هو مو بس جائزة أنه خلاص أنه مو بس باسم اللي أخذ الجائزة هي القضية الفلسطينية اللي أخذت الجائزة بس غسان كنفاني كان في إحدى الروايات كان يقول ماذا لو دقوا الخزان كان هاي فهذا اليوم الشعب الفلسطيني وأيضا العربة بصورة عامة اليوم كلهم يدقون الخزان لو ما كنا ندق الخزان ما كان اليوم الرواية أيضا وصلت يعني وأخذت هذه الجائزة وهذا دليل أنه فعلا الشعب الفلسطيني اليوم هو يدق الخزان أكس ما قال غسان كنفاني لماذا لم يدق الخزان كان هو عنده هذا السؤال إحنا اليوم نجاوب غسان كنفاني ونقوله إحنا دق الخزان يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأدب الفلسطيني بعد النكبة لابد أن نتحدث عن غسان كنفاني هو الذي حول الأدب النكبة من تعبير عن المأساة إلى الدعوة إلى النضال ومسك السلاح والمحافظة على الهوية الفلسطينية وأيضا المحافظة أو الطلب حق العودة غسان كنفاني يقول دائما أنه كان قريب جدا من الجماهير وكان يستمت قصصه أو المادة الخام لقصصه من قصص التي كان يسمعها في المخيمات ويقول أنا أتعلم منهم والأديب دائما يتعلم من الجماهير وأيضا ينشئ الوعي لديه المادة التي يزيد فيها أو بها الوعي لدى الجماهير إذن هو يتعلم منهم ويعلمهم نعم الأدب الفلسطيني أنا أبدأ بالعنوان عنوان هذا البرنامج حوار النساء حول القضية المحورية للعرب والقضية الشرق الأوسط نحن مجموعة من النساء نتحاور النساء هم نصف المجتمع وهنا يلدنا ويربينا نصف الآخر القضية الفلسطينية من وقت بدايتها في النكبة في الـ 48 وبداية المجازر ثم التهجير بدأ الأدب الفلسطيني أو الأدب العربي بشكل عام يحكي عن القضية الفلسطينية الأدب اللي تناول القضية الفلسطينية الشيء الرائع وأكثر من رائع فيه أنه بعيدا جدا عن البكائيات والأحزان وكذا مليان بالبطولات والتشجيع والتحفيز ما كان حزين ولا كان يائس أبدا بكل المراحل نحن نشأنا على المناهج المدرسية يلي كانت تحفظنا القصائد تشجع على البقاء في الأرض وعدم الرحيل تشجع على النضال أشعار براهيم طوقان سميح القاسم وبالدم الزكي لا نبخل هنا على صدوركم باقونا كالجدار وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار وفي عيونكم زوبعة من نار هذا الشجاعة الفائقة وهذا التحفيز نحن كنا أطفال لما ننزل على الباحة بالمدرسة الابتدائية بدنا نلعب نلعب ونحن عم نغني فلسطين ونادت فلبوا النداء إلى الحرب هي جنود الفداء هي كانت أغانينا ونحن أطفال تشبعنا بالنضال وما كنا أبدا يائسين حتى نحن نحن السوريين الآن القضية السورية بدايتها أبعدت القضية الفلسطينية عن الواجهة واحتلت الواجهات الإعلام نحكى كثير عن القضية السورية وتشردنا وتهجرنا وصار قتل وتدمير وكل شي صار بفلسطين رجعت فلسطين ترجع على الواجهة بطوفان الأقصى هذا اللي صار لقينا أن القضية الفلسطينية ما نامت ولا بعدت بس هي لعبة الإعلام لعبة الإعلام العالمية اللي بتركز على بعض القضايا وبتعتم على قضايا أخرى من سنتين أنا رحت على الأردن التقيت بعدد كبير من الكاتبات الفلسطينيات أبرزهم جهاد الرجبي كاتب فلسطيني لقيت أن القضية الفلسطينية حي ما تزال ما كأن مرت لا بي كان بديفيد ولا بي التفاقيات وادي عربة ولا التطبيع مع الأردن أبدا كل هالمسائل هذه ما مرت على القضية الفلسطينية ولا على الشعب الفلسطيني ولا ولا هي كانت قضايا سياسية فوق مع الحكام فقط ستة ابتسام هذا كلامك هو دليل على التحديات اللي يواجهها الأديب الفلسطيني أو الأدب الفلسطيني يعني حاليا الحداثة وحاليا التطبيع الثقافة أيضا هذا الشيء هو دا يلعب هذا الشيء أنت تماما ذكرته فهذه التحديات يواجهها الأديب الفلسطيني أنه كيف ينقل كيف يوصل قضيته من خلال قلمه سواء شعر أو قصة أو رواية ويواجه التحديات حاليا العالم مثل ما قلتي أنه كله يتجه نحو القضايا الفردية أو القضايا العالمية وهذا الشيء نحن حاليا بعصر الأساس الفردانية والإعلام المسيس فهذا الشيء هو اللي يوجهه لكن الأديب هاي التحديات هو يواجهها يعني صار أنه يواجه هاي التحديات حتى يقول لا أنا قضيتي ما زالت موجودة على أرض الواقع أنا ما زلت موجود إحنا ما زلنا نقاوم إحنا إلى الآن عدنا هوية إحنا إلى الآن مشتتين إحنا إلى الآن موجودين فهذا الشيء يعني طبعا أيضا الأدب بالمراحل كلها سواء الفلسطيني أو غير الفلسطيني مهمته أنه يؤرخ للمرحلة الموجودة الأدب أصدق من التأريخ لأن كتب التاريخ يكتبها المنتصرون أما الأدب يكتبه المتألمون المتوجعون الأدب الأعمق الكتابات وأبرزها هي نتجة عن الألم وعن الوجع أدب المخيمات للي سكنوا المخيمات أدب الحرب للي عينوا الحرب أنا قرأت آخر ما قرأت من الأدب الفلسطيني رواية يحي السنوار رائعة جدا فيها شبه كتير بروايات وقصص سابقة للفلسطينيين ولكن طالما أنه قائد فلسطيني فهو أرخ لمنطقة لمنطقة تهجر مننا وقرأ للمدة زمنية وقرأ لالشجاع والانطلاق وتربية الجيل على أنه ما يظل يتمسك بالقضية وما يتركها بمناسبة البطولات اللي حدكت حدستي عنها في البداية الحقيقة يعني بيلفت نظري جدا يعني من يكتب الأدب الفلسطيني سواء من الفلسطينيين أنفسهم أو من الأدباء العرب الحقيقة الجزء بتها البطولات ده بيركزوا عليه جدا وكأنهم يعني بينصروا القضية الفلسطينية في نفوس أصحابها نفوس متبنيها يعني تلاقي مثلا حالة من الحالات اللي ممكن تصيب الشعوب بعد النجبة وهذا طبيعي جدا أو بعد النكسة ب67 حالة كده من اليأس الإحباط طبيعي طبيعي يحدث اللي بياخد بأيديهم هنا هو الكاتب والأديب والقص والراوي لأنه يعني الحقيقة بيقوم بالجزئية الأهم في حياة الشعوب زي ما قلنا اللي هو بيبدأ البداية ويترك الشعوب على فكرة التحرك والتمرد والثورة وهكذا من أمور فمثلا الرواية اللي أنت ذكرتها أستاذا نور اللي تخص يعني لو كانوا ليه ما ترقوش على أبواب الخزان ودي كانت جملة يمكن تكررت في نفس الرواية الغسان كانت رواية رجال في الشمس كانت بتتحدث عن مجموعة الرجال يعني ضيق العاش في المخيمات عايز يخرجهم من مكانهم أو هم أرادوا الخروج فخرجوا العراق ثم الكويت وهذه الرحلة هتكون في شاحنة أبو الخيزران وحتى أن هو حتى خلى أبو الخيزران ده شخصية عاجزة في نواحي شخصية أخرى وكأنه بيقول أن القادة اللي هيخرجوا الناس أو من المفترض أن هم هيهربوهم من ما هم فيه هم عاجزين عن إيجاد حلول حقيقية فهربهم في الشاحنة اللي فيها خزان الميا الفاضي الفارغ وهم قاعدوا في الشاحنة تعطلت الشاحنة في إحدى يعني الكمائن أو يعني الممرات فحتى لم يطرقوا على الخزان ليخرجوا وماتوا الثلاثة في خزان المياه نتيجة الحرارة الشديدة في الصحراء وما شابه ده يعني إيه يعني أن الناس كانت ده وصف بالضبط الحالة اللي كان فيها الناس بعد النكبة كانوا في نفس هذه الحالة من اليأس والإحباط جه بعد كده هو نفسه غسان كان فاني لما يكتب رواية أخرى ويأخذ بقى بأيديهم لفكرة المقاومة والثورة وأن هذا هو الحل وأطرقوا هذه الأواب فتلاقي الناس بتتحرك بعد رواية إذن الأديب فعلا سابق بخطوات للناس والشعوب يعني أنوه كيف أن القضية الفلسطينية أو الكتاب الفلسطينيين نجحوا في زرع هذه القضية في نفوس الشعوب العربية والإسلامية وحتى حاليا في غير العربية أنه إحنا حاليا كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية وما بين أي واحد فلسطيني كلنا من دول عربية مختلفة كذلك إحنا وعينا على بطولات الشعب الفلسطيني أذكر أنه أنا كنت في الجامعة والتقيت بطلاب فلسطينيين كنت مبهورة بهم أول ما جيت من العراق وكنت أحدثهم عن يحيى عياش وأحمد ياسين فهم يعني كان شوية صدمة من وين تعرفين هذه الأسماء لأن هذه الأسماء إحنا قرأنا عليها كأشخاص سووا بطولات كأشخاص يعني هل قد ما إحنا قرأنا عليها في القصص كانوا كأبطال خارقين فالكاتب ينجح في تغيير جيل كيف أنه أنا ممكن أنتصر من يخلق هذه الشخصيات التي هي موجودة على أرض الواقع ولكن كيف أنت تنطيها تبرزين إيجابيتها تبرزين دورها في المقاومة كثير من الشعوب فازت ونجحت في الانتصار بالقلم أحيانا يكون القلم هو أكبر وسيلة للانتصار حتى من السلاح نعم صحيح ذكرت أنت الأديب عبدالله البرغوثي في كتابه في روايته أمراء أبو أميرزل أو الملثمون عبدالله البرغوثي هو الذي نقل المقاومة من الحجارة إلى بعد أن مات المحندس عياش وترك إرثه هذه العبوات الناس الخفيفة هو الذي نقلها إلى الصواريخ ذهب إلى خارج البلاد وتعلم علم الميكانيك مع الإلكترونيك حتى يعني صنع هذه العبوات الناس التي تستطيع التفزع من المهندس عبقاري نعم كتب في رواية كل الخطوات التي اختطاها حتى اخترع هذا الاختراع وبدأ بتجميع أصدقائه المقربين الذين يثقوا بهم ويعلمهم هذه المعرفة التي لديه وبدأ أيضا يعني يوزع لهم مهمة أيضا تشكيل خلايا أكبر فأكبر ولكن كلهم كانوا ملثمين لماذا لكي لا سمح الله إذا وقى واحد منهم في الأسر لا يستطيع أن يعرف صديقه لا يعرفه أصلا ولا يعرف اسمه ولا يعرف شيء عنه فلا يستطيع أن يعني يسحب العدو منه أي كلام أو أي معلومات فهذا يعني يضمن الأمان لذلك خرج الملثمون إلينا فلا نحن لا يعرفون أهم لا يعرفون بعضهم البعض وبعد ذلك كتب كل هذا ليضع طريق لمن بعده وسمى كتابه مهندس على الطريق يعني أنا مهندس ولحقت بالعياش وهي الحق بكلنا لدينا هدف واحد وهو تحرير الأرض بس عبدالله البرغوثي تحديدا في كتابه أمير الظل يعني يمكن أكتر ما يعني يتوقف أو نتوقف عنده كقراء هي الجزئية الخاصة بأنه وثق ما يحدث في فكرة التحقيق والتعذيب داخل السجون إحنا نعلم أن الأسر صعب لكن ماذا يحدث داخل الأسر فكرة التوثيق دي كانت مهمة جدا جدا حتى يعني ندرك جرائم الاحتلال يعني نشوف قد إيه هو متجني على الأسير بهذا الشكل عبدالله البرغوثي قال أنه أنهك بشكل كبير جدا جدا أنهك نفسيا وجسديا أثناء التحقيقات معاه يعني تحدث عن التفاصيل الموجعة اللي تخلينا نشعر به لما يتحدث عن تفاصيل عشر سنين في العزل الإنفرادي أنتوا تتخيلوا أنه حد يطيق أنه هو بس يعني يعد يوم أو يومين في عزلة عن الناس ما بالكوا بعشر سنوات لكن مع كل هذه التحديات خرجت لنا منتج أدبي يحترم وقيم نستطيع أن نحن يبنى عليك من يعني أشياء وأشياء أخرى نحن نتحدث عن الأدب الفلسطيني أو الأدب الذي تناول القضية فلسطينية الفلسطينيون في الشتات بالبداية توزعوا على البلاد العربية في سوريا أنا أتحدث عنهم في اللاذقية كان لهم حي خاص فيهم في دمشق كان لهم أحياء وتسمى مخيمات في كل محافظة كان لهم ولكن الأدباء الفلسطينيين كان لهم تجمعات أدبية ومنظمات يجمعون الناس ويسمعونهم الشعر والرواية ويتدارسون الكتب التي تتناول هذه القضية في حلب أنا حضرت عدة مرات للجالية الفلسطينية نشاطات ثقافية هنا في اسطنبول موجودة هذه الأشياء الأستاذ سمير عطية عنده مشروع لتجميع ما كتبه عن الأدب الفلسطيني والشعر ميت قصيدة أو كذا في كتب الآن هو يعمل هنا في اسطنبول لتجميع هذه هذا التجمع منع من التشتت أو ضياع القضية أو الإحباط يصيب التجمعات يصيب الناس طالما أنهم مع بعض فظلت القضية حية لو أنهم تفرقوا كل واحد سكنوا بمكان وظل يدور على مصلحة نفسه كانوا نسيوا القضية من هنا ظهر أدب الشتات جبرة حضرتك ذكرتي بالعراق بسوريا نحن عندنا بالعراق كان معروف جبرة إبراهيم جبرة هو سكن العراق عنده رواية قبل فترة كملتها اسمها البحث عن وليد مسعود الرواية تتحدث عن شخص فلسطيني ساكن في العراق ومعه عدة أشخاص يعني أيضا هم فلسطينيين سكنوا بالعراق فهو يكون غني جدا فرغم أنه ساكن بالعراق ورغم أنه منفي عن بلده لكن هو ما نسي قضيته بطل الرواية اللي هو وليد مسعود كان هو لأنه باعتبار كانت حالته المادية يعني جدا يعني مرتاحة فكان يرسل دعم للمنظمات الفلسطينية يرسل دعم عن طريق منظمات في لبنان يرسل دعم أموال طائلة يعني في وحدة من المرات يروح هو لبنان مع ابنه فيقدم ابنه شهيد في حين أنه ابنه ما شاف فلسطين بس ابنه يستشهد فيظل أنه رغم أنه منه وصغير عاش بالعراق بطل الرواية ورغم أيضا الكاتب هو أيضا عايش بالعراق ورغم أنه موجود بالعراق لكنه ما نسي قضيته يعني لما نكملت الرواية صراحة أنه البحث عن وليد مسعود لأنه هو البطل أنا مريد أحرق أحد هذه الرواية بس لأنه هو البطل يختفي فيصيروا الأبطال اللي هم أصدقاء يدوروا عليه أنه وين وليد مسعود معقولة الصهايين اعتقلوا معقولة أنه هو اختالوا معقولة صار له شيء فاسم الرواية هي البحث عن وليد مسعود لما كملت الرواية يعني صراحة إحنا موقنين بهذا الشيء لكن كل ما نقرأ الأدب الفلسطيني يصير عندنا يقين أكثر أنه الأدب الفلسطيني هو مو بس آدات حتى تعبر لا هو وسيلة حتى تعزز الهوية الفلسطينية وهذا الشيء يعني إحنا صرنا نشوفه بالأدب الفلسطيني إحنا اليوم من جنسيات مختلفة بس إحنا نعرف أيضا شنو هي الهوية الفلسطينية إحنا ما عشنا بفلسطين لكن الأدب الفلسطيني هو اللي خلانا نعرف هذا الشيء يعني الأدباء الفعاليات والنشاطات الثقافية اللي تخلص فلسطين فهذا الشيء هو يعني الأدب فعلا أنه هو آدات مهمة حتى تعزز الهوية الفلسطينية سواء للفلسطينيين أو غيرهم أيضا ممكن أن نذكر أنه ذكاء بعض الأدباء الفلسطينيين في استهداف أعمار مختلفة من الشباب يعني على سبيل المثال توجد روايات صعبة القراءة إذا كان في سن الـ 14 أو سن الـ 13 على سبيل المثال رواية زمن الخيول البيضاء فيوجد بعض الكتاب حولوا القضية إلى رواية عاطفية ولكن مغروس بها قيم ومغروس بها المقاوم كيف أنه المقاومة وكيف حياة المقاوم مع سواء كانت زوجته أو خطيبته على سبيل المثال رواية نبض ورواية نطفة من الروايات السليسة البسيطة التي جدا رائعة التي استهدفت شباب أعمارهم صغيرة ولكن ممكن من خلالها أن يفهمون القضية نعم صحيح بس كمان على ذكر فكر أن الأديب الفلسطيني أو الكاتب الروائي ما بيبقاش في عزلة وبيبقى في برجة عاجلة لأن دايماً تعرفها وده بقى لهم أستاذة بتسهم طبعاً تعلم وأنتم جميعاً في فكرة أن الكاتب عشان يكتب أو المخيلة بتاعته عشان يعني تسمر عن منطق يحتجب أجو وتقوس وما إلى ذلك لا لا أنا أخالفك هذا الرأيي أنا لست من أهل البرجة العاجلة أنا عشت في مخيم اللاجئين خمس سنوات في مخيم اللاجئين السوري عشت مع اللاجئين سكنت في خيمة اشتغلت كل ما يشتغلوا اللاجئين عملت مركز ثقافي تفاعلت مع كل الشرائح العمرية الموجودة بالمخيم من الروضة إلى الطلاب الجامعيين إلى العجائز العجائز أطلب منهم يجوا يعملوا لنا ما بيعرف يقول محاضرة شغلة كبيرة عليه تعال بدنا نسهر ويحكي لنا شو صار معك يجي يحكي لنا تأريخ شو سمع من جده من أبوه وعجوز وهذا ما أقصده تماماً أستاذ بسر يعني الأديب الفلسطيني كمان وطبعاً مرز بقدراء العرب الفلسطيني عاش بالسجن وبالمخيم يعني غسان كان فاني كان فينا جماعة ده كان في الناطق الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية الناطق الأعلامي أقصد ناطق أعلامي اشتغل في المنظمة في المكتب الأعلامي بتاعها عشان يساهم في التجربة السياسية دي فهو غسان كان فاني بأدبه وبكتبه وبرواياته وبمقالاته السياسية ونظاراته السياسية وهكذا من أمور يعني هو محتك بشكل مباشر بل فاعل في الأحداث صانع فيها لو ما كان مهم ما كان تم اختياله طبعا لأن إسرائيل تقدر الفكرة أصحاب الفكرة هم مستهدفون زي بالزبط القادات السياسية ده بالعكس احنا بنقول إن الأدب بيسبق القائد السياسي هو اللي بيمهدده الطريقة والرسم كان الفنان ناجي وعليه كمان غتاله كان بقلم وبكاركاتيره سابق كان مؤرخ أصحاب الأبراج العاجية من الأدباء بشكل عام سواء عن القضية الفلسطينية أو عن القضايا العاطفية الحب والعشق أن لا ينتجون إلا أدب مخشب خشبي ما فيه روح لأنه ما تلامسوا مع الواقع بس يعيش بالشارع بالواقع هذا الأدب الحي نوصل لقلوب الناس لأنه الكاتب من وين يكتب احنا من وين نكتب احنا من نسمع قصص من أن نمارس هذه الجلسات اللي قالت عليها السيدة من أني أسمع قصص ومعاناة وأحلام وطموح نساء وممكن يكونوا نوع رجال وبعد ذلك أنا أفلترها وأكتبها بينما إذا كان الشخص مثل ما تفضلت حضرتك عايش فيه قصر عاجي طيب من وين رح يجي الإلهام للكتابة من وين رح توصل القصص كيف ممكن ينقل يعني نحن دائما نقول أنه الكاتب هو عبارة عن مرآة لبيئته الكاتب هو لسان هذا الشعب لسان هذه المجتمع ينقل أحلامه ينقل آماله وينقل معاناته كل مكان الكاتب قريب من الناس كل مكان هو أنجح أصدق أنا أسمعت كثير عن حياة المخيمات بس مهما الناس حكيت لي مهما مهما سمعت من الحكايات لا يمكن إذا أردنا أن نتحدث عن المخيمات يحضريني رضوة عشور عندما قالت أنا كنت أهوى أن أذهب إلى المخيم وأسمع أستمالي العجائز يعني النساء العجائز وتقول يعني كانوا كلهنا يبدأنا بهذه العبارة لما كنا هناك لما كنا في حيفا لما كنا في الطمطورة وجمعت هذه المعلومات ومزجت بين المتخيل والواقع سمعت الواقع الأخبار التي حصلت فعلا ومزجتها بشخصية متخيلة التي هي رقية وبخلال شخصية رقية سردت الكثير من المجازر مجزرة الطمطورة التي ذهب ضحيتها أكثر من مئتين شاب حتى بعض البعض يقول ثلاثمائة شاب ودفنوا في مقبرة جماعية فوثقت لهذه المجزرة وقالت كم يستطيع هذا الكتاب أن يحمل من مجازر كم يستطيع أن يحمل من دماء ومن أعلام لكن ربما بعد ذلك انتقلت إلى أدب الشتات وأيضاً عالجت مشكلة الوجود الإنساني الفلسطيني الذي ضع بين البلاد العربية وأيضاً عن أدب السجون يحضرني جداً رواية ستة التي كتبها الدكتور عيمان لعتوم أكثر من نصف الرواية يتحدث عن أساليب التعذيب التي يتبعها الكائن الصهيون ضد المعتقلين الفلسطينيين ثم يتحدث عن ستة أشخاص استطاعوا أن يهربوا من سجن جلبوع سجن جلبوع كان يدعي الكائن الصهيوني أنه من أحسن السجون العالمية في العالم وفعلاً له ترسانة في عمق الأرض مع نظام حساس وإنذار لأي عملية حفر هؤلاء الستة كانوا يريدون أن يوصلوا بهروبهم للعالم أن هذا الكائن الصهيوني مغلوب رغم كل إدعاءاته مغلوب ويمكن أن يهزم استطاع أي من لا تم أن يلقط هذه الفكرة وأن يطورها بوعية وأن يسجلها في هذه الرواية نحن عندما استيقظنا وتذكرون في شهر أيلول على هذا الخبر ستة من المعتقلين الفلسطينيين استطاعوا الخروج من نفق تحت الأرض نحن نتساءل كيف استطاعوا حفر هذا النفق بأي آلة بأي أدوات أين ذهب التراب ألم يرواهم عندما خرجوا من تحت الأرض وهربوا بين الحقول كل هذه التفاصيل استطاع الكاتب أن يضعها بأسلوب رائع في روايته وهذه هي فعلا قمة الإبداع لدى الكاتب رضو عشورا عندي انتماء كبير لها كونها مصرية لكن كمان في نفس الرواية اللي أنت ذكرتها أستاذ ربو برقية يعني نشرت في 2010 لكنها بتعدنا لذاكرة طويلة وعميقة من قبل النكبة ثم قرية التنطورة وما حدث فيها المسبحة اللي أنت تفضلت في الحديث عنها وأخدتنا كمان على لبنان رقية حتطلع هي النجاة الوحيدة من المسبحة فتخرج للشتات ماذا يحدث في الشتات حدثت في روايتها لبنان والاكتياح اللبناني في 82 كل هذه الأحداث الأديب بيسردها هو بيؤرخ زي ما أستاذة بتصال تأريخ التأريخ الحقيقة يعني كمان يحضرني في فكرة التأريخ المالهات الفلسطينية لإبراهيم نصر الله الحقيقة حاجة عظيمة جدا وهي يعني عدة روايات مجموعة من الروايات سلسلة قصصية وروائية حاجة عظيمة جدا هو بيتكلم في تقريبا في قرنين ونص من الزمن تأريخ بيؤرخ بس للحقيقة اللي عايز يشوف فلسطين ويسمعها ويراها من أي عصر من أي عمر ومن أي مرحلة يروح لهذه السلاسل اللي كان كمان بيتحدث فيها عن البطولات يعني من أجمل الكلام في البطولة سيكون الرجل الرجل إذا مشى في الطرقات وهو لا يهب شيء لا يخاف على أولاده لا يعني أحد يهدر من كرامته أو يعبث برجلاته كلها كلام كان بيحس على فكرة لابد أن تكون شجاعا ومحافظا على أرضك حتى تعيش بكرامة هذه هي البطولة الحقيقية فكلام كان رائع دائما الأدباء الحقيقة بيأخذوا بإيد الشعوب لمناطق لم يكن يصلوا لها الشعوب إلا بهذا الفكر الفكر الراقي في الروايات والقصص وكذا وفكرة الإسقطات يعني باسم الخندقجي مش هو يعني الأول والأخير لكن مثلا في الرواية الفازت وهي القناع بلون السماء الحقيقة يعني تحسي أن فيها إسقط رهيب جدا أن واحد بيحصل على يعني جواز سفر إسرائيلي في أحد المعاطف لقى جواز سفر وبيشوف بقى السردية الفلسطينية من عين إسرائيلية تخيالي هنا الإسقاط وكأنه بيقول حتى العين الإسرائيلية لا يمكن أن تنكر حقيقة أن الأرض لها أصحاب حقيقيين وأصليين وهكذا طبعا هذه الروايات هي ما تؤصل الهوية الفلسطينية في نفوس الأولاد في المهجر يعني إحنا ما ننسى أنه صارت أجيال بعد أجيال سواء كانوا من الفلسطينيين الذين هاجروا بعد النكبة أو غيرهم من الشباب العربي اللي سافروا إلى الدول الأوروبية واللي هم من ولدوا هناك كيف يعرفون عن بلادهم كيف يعرفون عن قضيتهم في الكثير أنه ما يحبون يقرون كتب التاريخ ولكن نشوفهم أنه هم يقرون هذه الكتب وخصوصا بعد ما صارت تدور النشر تترجم هذه الروايات إلى اللغات مختلفة باعتبار أنه الكثير منهم نسى لغتها الأصلية فشفت عديد من الشباب في أعمار العشرينات يحرفون القضية الفلسطينية والأحداث النكبة وما إلى ذلك من حقب تاريخية عن طريق الروايات لذلك ممكن أن تكون أو هي كانت هذه الروايات هي أداة لتأصيل الهوية في نفوس هؤلاء الشباب تحقيبا على كلامك سيد زينب هنا لما ترجمت الروايات للغات ثانية هنا يظهر دور العرب هذا الشيء يعني دور الأدب العربي لأن دور النشر العربية ساهمت أيضا يعني دور النشر العربية هي اللي قدمت الروايات ورشحتها لدور نشر أجنبية أخرى حتى تترجم للغات يعني مثلا روايات غسان كنفاني حاليا مترجمة للإنجليزي للفرنسي للتركي لكذا لغة كيف وصلتهم عن طريق صاحب دار النشر صاحب دار النشر مو شرط أنه هو يكون فلسطيني ترشيح الروايات لجائزة البوكر لجتارة لجوائز أخرى أيضا من القراء العرب من دور النشر العربية فهذا الشيء طيب هو دار النشر على أي أساس يختار الرواية اللي هو يترجمها على أساس أنه في دور النشر لما ترجم روايات يجي دار نشر أجنبي يقول لا رشح لي أفضل روايات أنت عندك يعني كدار نشر هو دار النشر يكون عنده معايير ويعرف شنو هي هاي يعني شنو الرواية اللي نبي معاييرها شنو الرواية اللي هي فعلا حققت نجاح مو شرط اللي تكون مبيعات بعض الروايات لا تحقق مبيعات لكن تحقق نجاح يعني مو شرط أنه هي لأنه تكون أونلاين كم مثلا فتنزل وتحقق يعني نجاح شنو الرواية اللي تترجحات إحنا أستاذ ابتثيم رشحة للبوكر رشحة للقطار نعم أي جيزة أستاذ ابتثيم أي رواية 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 لوقع الخطاء ووقع الخطاء أنا كتبت وأنا بالمخيم تحكي عن هجرتين هاجرون أهلنا بداية انهيار العثمانية وتقاسم الميراس الرجل المريض واحتلال فرنسا لبلادنا أقاموا الدويلات بسوريا دولة العلويين بالساحل دولة الدروز بجبل العب بالساحل هجروا أهلنا السنة ومشوا على طريق وصلوا فيها على تركيا أو على المحافظات الشرقية اللي هي ريف دمشق وريف حلب وريف إدلب جماعة السويدة هجروا المسيحيين وحرقوا كنائسهم لأني أقاموا دولة الدروز هاي الهجرة أنا تخيلت أني مشوا أهلنا جدي كان من الناس اللي يتهجروا وكان شاب عمره خمسة عشر إلى العشرين لأنه سبع سنين استمرت الهجرة انه مشوا على الطين ومحل خطواتهم علمت ونحن مشينا وقع الخطة على خطواتهم وصلنا لتركيا ودخلنا المخيمات وهي جزء كبير عن المخيمات بتركيا الشخص اللي بطل الرواية اعتقل جار تعزيبه وجار طرده من الجيش كان ضابط بالجيش وبعدين لحقته وزوجته إلى التهجير هون هاي الرواية فيها يعني تلامس مع القضية الفلسطينية متل ما تهجروا وتهجرنا متل ما مشوا على الطريق مشينا نفس الأعداء لجأوا لتركيا لجأنا لتركيا هاي الرواية كانت هي الترجمة ونشرت بتركيا ودرست بجامعات تركيا وأقاموا عدة دراسات ماجستير بتركيا وكمان أقيمت ندوات باستراليا وكمان رسالة ماجستير بالعراق أقصد أستاذ ابتسامي يعني طفول الأقصى أكيد حرك فيكو ككتاب أشياء كثيرة يعني بدأتي أكيد تضعي مثلا عنوين جديدة لقصص جديدة صحيح يعني طفول الأقصى فجر فيكو إيه مثلا؟ كأدباء وكتباء وكتاب أشعرنا بالخجل اللي تخاذلنا عن نصرة القضية الفلسطينية منذ النكبة وإلى الآن تخاذلنا نحن كشعوب لأننا مقيدين بحكوماتنا حكومات هي اللي تخاذلت مع الشعوب نتمنى من خلال قصصنا ورواياتنا من خلال أصراخنا حتى من خلال الإعلام الإعلام اللي عن طريق الوسائل تواصل اجتماعي فقط وليس الإعلام الرسمي أنه تنفتح الحدود وينسمح للشباب العربي أو شباب مسلم يروح يشارك لو تنفتح الحدود ويسمحوا لتلاقي طوفان البشر يغطي الأرض الفلسطينية والسولية نعم لا تحول الطوفان الأقصى إلى طوفان المأساة الآن في غزة ستكون خزان كبير لآلاف القصص يعني إذا كانت الرواية هو خلق شخصية ووضعها في عالم غير اعتياد إذن الحرب في غزة الآن يعني عالم غير اعتياد لآلاف الأشخاص إذن آلاف الحكاية التي تنتظر أن تحكى موجودة الآن في غزة وأظنها بدأت أستاذتي البارحة رأيت فيديو صغير لطفل يبكي وفي عينيه تلك النظرة نظرة الانتقام قصة قصيرة يعني سوف نقولها بجملة مكتوب تحتها احفظوا احفظوا وجهه جيدا قبل أن يتلفم هذه قصة أستاذتي قصة قصيرة والمرأة التي بدأت تحكي عن زوجها تقول زوجي يعني هذه هي حكاية تحكيها زوجي كان يعني هو الذي يطبخ هو الذي يحمل الأشياء عندما نتنقل هو أيضا لا يقبل أن أحمل حقيبة يدي والآن أنا أحمل الحملة كلها إنه استشهد يعني آلاف القصص موجودة أستاذتي آلاف القصص فنتظر أن تولدنا نجع لنقضة البداية حوارهن الحديث عن النساء البطولات اللي قامت فيها النساء الفلسطينيات بكل المراحل من النكبة بـ 48 حتى الآن الغالبية فقدوا أزواجهم فقدوا أولادهم فقدوا وظلت صامدة وظلت قوية لا نهارت ولا فأدت عقلها ولا ولا ضلت صامدة ومصرّة على النصر حتى البنات الصغيرات حتى الشابات مصرّات على الزواج رغم أن معرفتهم وشيء وأكد أنه هذا الزوج ما رح يعيش معه شهر وشهرين ورح يستشهد بس مصرّة أن تتزوجوا أن تنجب وتعطي جيل جديد وتربي جيل جديد يعني تعقيباً على كلامك فجر آلاف القصص قصص لأطباء أبطال جاءوا سواء كانوا من فلسطين أو جاءوا من الخارج واستمروا في العمل الإنساني والطبي رغم القصف شاهدنا فيديوهات يعني أبعد ما تكون إلى الحقيقة كأنها أفلام سينمائية لممرضة رغم القصف عليها تروح تريد بس تتعالج أو شخص دي يستنجد بيها لطبيب يرى أولاده أمام عينيه هم الجثث الذي يجب أن يفحصهم قصص لأناس يعني إذا أحنا نحب أن نخلدهم في روايات فهم رح يكونون أبطال خارقين كيف لديهم الصبر على مواصلة الحياة يعني إحنا عندنا إذا شخص انفقد من عنده أحد من أهله يبقى أيام وسنين يندب ويبكي وعندنا في العراق يعني عندنا الاسم الأسبوع والأربعين والسنوية هم بعد الدفن يعودوا إلى حياتهم كيف ممكن ويفكرون كيف ممكن أن نبني فلسطين من جديد فتخيلي كل هذه القصص شيرين أبو عقلة يعني هذه وحدها مقصة هذه يعني مجلتات تكتب عليها كيف أنه هي إمرأة نقلت الحقيقة واستشهدت وهي تنقل الحقيقة والمفرقة ذا أستاذ الزينب أن كان الأول أديب يكتب رواياته ثم تبقى مثلا عمل سينمائي زي ما حصل في اكتيق يعني إلياس خوري في باب الشمس أيضا يسري نصر الله المخرج المصري عملها في جزئين فيلم سينما فالرواية كانت الأول ثم يعني بتجسد وتبقى شخصية لحم ودم في فيلم سينمائي أو عمل درامي أو ما شابه دلوقتي العكس بيحسب إحنا بنشوف طفوان الأقصى الصورة وبنسمعها وبنشوفها وحضراتكم هترصدوا ده أكيد وبيخلق يعني في نفسكم مشاعر زي ما تفضلت الأستاذ مشاعر كبيرة مشاعر جايش أنتم تشعروا يعني إحنا دايما بنقول حساسية الأديب النهاردة أو الكاتب بيبقى عنده حساسية مرهفة جدا للأحداث الصغيرة فما بلنا بالأحداث الكبيرة هتفعل معكم إيه؟ يعني أنت هتسوي الهوائل يعني أنا كناشرة وجهة نظري خصوصا باعتبار أنه محتكة مع أغلب الناشرين ومحتكة مع أغلب الأدباء بعد طوفان الأقصى راح ينتعش أدب السيرة الذاتية لأنه اللي عاشوا هذا الشيء كلها راح ينقلوا تجاربهم راح ينقلوا هاي المشاهد اللي عاشوها كلها راح تنقل بس ما راح تنقل ممكن على شكل رواية راح تنقل على شكل سيرة ذاتية قبل كم يوم في شخص يعني يقدم أنه كتاب يريد يطبعه اسمه أوراق من فلسطين الأوراق كله عبارة عن مشاهد حية من فلسطين لإعلاميين لدكاترة وأخذ تصريح هو أنه يعني من عندهم أنه هم ينقلوا فهذا يعني هذا شخص يعني ولقاءتنا مع الناشرين الآخرين يعني يقال أنه أدب السيرة الذاتية راح ينتعش بعد طوفان الأقصى لأنه كل الأشخاص اللي موجودين راح يحاولوا ينقلوا الصورة اللي هي ممكن إحنا ده توصلنا عن طريق الإعلام لكن عن طريق الأدب وعن طريق الكتب راح تنقل على شكل أما سيرة ذاتية أو مشاهد أو حوارات لكن على شكل كتاب يعني السيدة نور أنا بقى يعني عندي شغف أعرف وأنت صاحبة مكتبة خطوة وهي مكتبة الحقيقة مؤثرة جدا وكتير مرتبط بيها ومشهورة هل في إقبال على الرواية يعني الرواية سواء بقى رواية عربية فلسطينية بتحكي مثلا عن سياسات حصلت أو قصص ما هل في إقبال ولا السوشيال ميديا النهاردة خلت فكرة أن الوجود في المكاتب يعني قل لا بالعكس خصوصا بعد طوفان الأقصى صار الطلب على الكتب اللي مختصة يعني إلها علاقة بالقضية الفلسطينية يعني شيء مذهل يعني رواية التنطورية لرضو عاشور لحد اليوم تعتبر من الأكثر مبيعا بالميات بالميات يعني فئات عمرية صارت نوادي القراءة ياخذوا الكتب اللي إلها علاقة بالقضية الفلسطينية ويتناقشوا حتى الأتراك اللي يتكلموا اللغة العربية ما يشتروا الرواية اللي هي بالتركي يجوا هياخذوها بالعربي حتى بس يشوفوا اللغة تصلهم الحقيقة مثل ما هي ولحد اليوم يعني معرض إسطنبولي اللي صار سنة 2023 كان أغلب دور النشر المشاركين كانوا مخصصين جناح مسمين جناح الفلسطيني أي شيء خص القضية الفلسطينية من كتب من روايات من أي شيء كان يخص هذا الجناح تلاقي مجموعة من هاي الكتب محمود درويش صارت يعني الشباب أنا أشوف اللي يترددوا على المكتبة صارت الشنط اللي يشيلوها اللي هي للمدرسة حاطين قصيدة لمحمود درويش صورة محمود درويش صاروا حتى البوك مارك الفواصل الكتب يجوا احنا نريد غسان كنفاني محمود درويش اقتباس أو أي شيء اللي يجوا بعض الأشخاص هم مقراء ولا لهم علاقة بالقراءة يجوا يسألوني بالمكتبة أنه احنا نريد كتاب يعني يجمع مثلا أشعار نريد نقرشه عن القضية الفلسطينية كان من زمان أنه أكو طلب على كتب القضية الفلسطينية لكن بعد طوافان الأقصى زاد بشكل مذهل يعني بشكل مذهل أنا الآن عندي بالمكتبة عندي قسم يعني رفوف تقريبا أربع رفوف هو فقط كتب تخص القضية الفلسطينية لما يجون أقولهم هاي الرفوف للقضية الفلسطينية أي كتاب تحبه يعني اختاره ده مبشر جدا أن فيه جيل بقى من القراءة وأيضا الكتاب ما هي القراءة بتولد في أن هي كاتب أو أديب لما يخرج كويس أكيد هيكتب كويس لما بدأنا بالحديث تأثير الأديب في الشارع لما الأديب الفلسطيني كتب عن مفاتيح المحتفظة فيه الأمهات والجدات صار المفتاح رمز بتلاقي الشباب والمراهقين لابسين المفتاح بالعقود لابسين خريطة فلسطين أحيانا المفتاح أحيانا الاتنين سوا المفتاح دليل على أني سنعود صار رمز بس أجا هذا الرمز من خلال الأدب من خلال الأدب لما كان للأدب دور مهم شوفي بمعرض 2023 بألمانيا كان تكريم للكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي على ما أذكر أي عدنية شلبي منعوا التكريم منعوا التكريم كانت ألمانيا متضامعة مع الصهاينة فمنعوا التكريمها هي لما يعرفوا تأثير الأدب ما كان منعوا هي كاتبة وجاية تتكرم بالأخير بس يعرفوا التأثير القوي للأديب سواء يعني الأديب الفلسطيني طب الرواية الشبابية يعني اللي هي اللي بيكتبها شباب صغير النهاردة هل معاييرها برضو ممكن نقول أن هي ستترك للجيل الجاي شيء ولا هنفضل معتمدين على الأساتزة اللي إحنا تفضل يعني حضراتكم تفضلتوا وتكلمتوا عنهم سواء غسان كانفاني محمود درويش هيفضل دير رموز طبعا هتفضل لكن أقصد إمتى يولد جيل قديد يكون بنفس معاييره بس مخندقتي ميلادنا ولادة والدهر دولاب دائما عم ينزل ويطلع شيء تاني كل جيل له أبطاله صحيح قراءه وكتابه كل جيل ذلك الكاتب يتغير يتغير يعني طريقة السرد يعني إذا إحنا بلشنا من زمن المنفلوطي والكتاب القديمين إلى الآن كيفية السرد واختيار المفردات يعني سابقا على سبيل المثال كانت تستخدم مفردات معينة حاليا لا تستخدم أحيانا يجوني كتاب شباب حتى لأنقح كتاباتهم فأشوف فقر في المفردات فدائما أقصدوا فدائما أوصيهم لا فقط تقرون للأدب المترجم بل ارجعوا إلى الأدب العربي يعني أنا مثلا من الأشخاص اللي جدا أحب روايات المنفلوطي لما له القدرة على اختيار المفردات وكيفية وصف المشاعر لذلك أوصي الشباب أنت اقرأ اقرأ كثيرا حتى من تكتب لتكون الكتابة عندك غنية بالمفردات لأن اللغة العربية تختلف عن باقي اللغات أنه إحنا مليئة بمئات وآلاف المفردات اللي تفتقر إلها اللغات الباقية يعني قد يولد الآن الكتاب الشباب الصغار كما تفضلت ولكن يفتقرون إلى اللغة ويفتقرون إلى الأدوات الفنية وهنا يعني يكون واجب كل شخص يعني تجاه نفسه يعني المادة موجودة والرغبة موجودة والأفكار موجودة إذن عليك أن ترفع من تتعلم الأساليب الفنية ترفع من مستوى لغتك تعرف أساليب التصوير كيف تنقل هذه الأحساس الموجودة في داخلك على الورق ويولد الآلاف الكتاب بعدها طبيعي بين آلاف الكتاب من يتميز ويصبح يكون كما قلنا غسان كنفان هنا تحضرني ما قلنا الغسان كنفان يقول في النهاية كل كلماتي لا تتعدى أن تكون معادلا صفيقا لحمل السلاح يعني هو يقول أن السلاح والكلمة على حد سواع نفس المرتبة ولكن في غياب حمل السلاح كان حمل الكلمة والوعي هو الذي يحمل الكلمة أنا برأي هو الذي يوجهها يعني إذا كنت أملك القوة بدون وعي أصبح يعني أتى ذلك أصبح كل حيوان يعني كأسر لا يعرف يقتل الجميع لكن بالوعي أصبح مجاهد ومناضل أنا أختلف يعني عندي وجهة نظر ثانية بالموضوع اليوم لو نرجع لقبل ما كان هذا الضخ الإعلامي والسوشال ميديا موجود فكان الأديب اللي يكتب يعرف يعني لأنه يعني يعرف بالوسط وينقل من دولة إلى دولة اليوم السوشال ميديا والإعلام تلعب دور يعني اللاحظ كتب تفتقر إلى اللغة تفتقر إلى القصة حتى لكن بالمقابل تصبح روايات أو كتب مشهورة وتحصل مبيعات في حين روايات ثانية أو كتب ثانية تظلم نرجع من هاي النقطة على الحداثة شنو التحديات اللي راح يواجهها الأديب الفلسطيني هاي أبرز من التحديات أنه أنا ككاتب عندي لغة عندي قصة عندي كتاب أنا واثق في شلون أنا راح أقدر أسوق له بالطريقة المباشرة شنو التحديات اللي راح أواجهها فكثير كتاب يعني ما احترام من رأيكم كثير كتاب ما عدهم لغة ما عدهم ماي بس تشوفهم يعني ست ابتسام يمكن تعرف تشوفهم ما شاء الله رواياتهم واصلة مبيعات ومعروفين لكن لما ديجي تقرأ الكتاب تقول يا الله هذا كيف انطبع الكتاب في حين بالمقابل أكو كتاب يعني قلهم روايات أو قلهم كتب متكاملة ملبي كل المعايير لكن ما ما وصلت طيب سيزة نور حداث الجلل بتصنع اشتركوا في القناة